أكد سعادة سيدنا واف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن سجل مملكة البحرين في احترام وتعزيز حقوق الإنسان مليء بالإنجازات والمشروعات الرائدة في جميع الميارين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية نعم أكد سعادة الوزير أن أهم ما يميز التقرير الوطني الرابع الذي عرضه وفد البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيب هو الشمول والعمق بما يتعلق بتعزيز العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بموجب تشريعات وأليات على مستوى منطقة الشرق الأوسط أشهد الوزير المعودة بالمنهجية إعداد التقرير القائمة على الاستفادة مما سبق وتراكم من خبرات في مجال إعداد التقرير الوطنية أمام الاستعراض الدور الشامل لمجلس حقوق الإنسان والحرص على تباين المنجزات التي يمكن قياس أثرها والتعرف على نتائجها وانعكاساتها على قضايا التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى تعزيز سيادة القانون بشكل يستوعب داخله قيم حقوق الإنسان بحسب ما ورد في دستور المملكة والقوانين ذات الصلة والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر